بما أن الموسيقى التركية تسمى موسيقى النغمة، فمن الضروري لطالب السولفيجي الموسيقي التركي أن يعرف رباعيات وخماسيات والتي تسمى سلزنس وأن يكتبها ويؤديها على كل نغمة. تمارين السولفيجي التي كتبتها في الدروس التالية تمت كتابتها ومقها بلغة يايكينيف الفاصل الزمني على النغمات التي يمكن كتابتها نظرياً عن طريق زيادة نصف النغمة اللونية. قبل البدء بتمارين السولفيج، يوصى بحساب النغمات الرباعية والخماسية على جميع النغمات عن طريق إنشاء نصف نغمة لونية في الفاصل الزمني اليايكينيف والتحقق من الحسبات التي تم إجراؤها أثناء أداء تمارين السولفيج في نفس الوقت. على الرغم من عدم استخدام تريكاورز في تشكيل المقاييس، فقد تمت كتابة تمارين التباعد الثلاثي أيضاً لتعزيز أصوات سزني. لحن تذكيري لكل سزني سيتم لعبها قبل التدريب. سيتم تشغيل لحن التذكير مرة واحدة قبل أغنية سزني. يتم لعبها في كل ملعب حصرياً لتمارين التراكورد. في حين أن أشاك يتم أداء التراكورد وهو ينزل إلى الدرجة الثانية، الكرار، ويتسطح نحو من اثنين إلى ثلاثة فواصل. وينبذي النظر في هذه النقطة في الأداء.